في آقاب الحرب العالمية الثانية كانت إيميليا رومانا المقاطعة الإيطالية واحدة من أفقر الأقالم في إيطاليا وأوروبا بينما هي اليوم من بين المناطق الأكثر ثراء في العالم هذا التحول الكبير حققت إيميليا رومانا من خلال اعتمادها تجربة التعاونيات كأساس لتحقيق تنميتها الاقتصادية النجاح الكبير لتعاونيات في إيميليا رومانا لم يأتي وليد الصدفة فهو يرتكز على وجود جذور تاريخية للعمل التعاوني تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر لكن البدايات الأولى لم تحقق نجاحا كبير نتيجة لعداء رأس مالية المحلية والحكومات المتعاقبة لها وكانت أسوأ مراحل اضطهادها هي مرحلة حكم الفاشية في ظل موصليني تغير الواقع بعد الحرب العالمية الثانية حيث أفرد الدستور الإيطالي المكتوب في عام 1947 نصا خاصا للتعاونيات اعترف أولا بأهمية دورها الاجتماعية وأعلن عن التزام الدولة برعاية نمو وانتشار التعاونيات من خلال القوانين المنظمة لعملها تتفخر إيميليا رومانا أنها تنتج 9% من النتج المحلي لإيطاليا وتصدر 12% من صادرتها وهي المسؤولة عن 30% من براءات الاختراع الصادرة في إيطاليا برغم من أن عدد سكانها حوالي 3.9 مليون نسمة وهو ما يماثل 7% فقط من سكان إيطاليا وفي حين تمثل البطالة مشكلة متنمية في إيطاليا وأوروبا بصفة عامة فتبلغ نسبتها أكثر من 8% فإن إيميليا رومانا تتفوق بأن نسبة البطالة بها لا تزيد على 3% فقط فما هي التعاونيات؟ وكيف يمكن أن نستنسخ التجربة الإيطالية على سوريا؟